موسيقى من جديد صباحكم دايما خير وزين وصباح مليام بكل المعاني الحلوة والجميلة نحن نجدد الترحاب والتحية بكم متابعينا من خلال الساعة الثانية لي صباح الشروق ومناطق مختلفة في السودان وكل ربوع السودان نحن نحييكم نقول لكم صباح الخير دعونا نشوف ربوع الليلة حتى تريدنا الوين على طريق المرور السريع الأبيض الخرطوم وعلى مسافة قريبة من الرهد أبو دكنة تستقبلك منطقة ألا كريم واحدة من قرى كردفان الوادعة ترقد على أحضان الرمال الذهبية يطويقها خورب حبل من الناحية الجنوبية تخترقها في تقاطعات شوارعها الفسيحة تميزها البساطة في كل شيء تجسد طيبة أهل كردفان وكرمهم أسسها مجموعة من المزارعين قبيل منتصف القرن الماضي واشتهرت عند الناس بإنتاج الطماطم البلدية كما يسميها الناس هنا في أراضي خورب حبل ذات الخصوبة العالية والمياه الوفيرة بالإضافة إلى زراعة محصولي الفول والسمسم وانتشرت فيها عصارات الزيوت البلدية وبذلك زاد عدد سكانها يؤم المنطقة من جهة القبلة مجمع طريق الحق الإسلامي الذي يعد منارة للعلم والمعرفة يقصده طالب والتفقه في الدين من الدول المجاورة للسودان يعد المجمع الحافظة لقيم الإنسان يتشربون العلوم والأخلاق من تقابة القرآن ويدرسون سبل الحياة القويمة بين الخلاوي يسكنون بجواره يتحصنون بصوت القراء ليلا ويقبلون على عملهم بدافع الدعاء الصالح بالرزق الكريم والتوفيق في العمل والحفظ في الأهل عند بداية إنشاء الطريق المسفلة الذي يربط مدينتي كوستي والأبيض صارت ألا كريم المحطة الأهم في مسار الطريق يتناول المسافرون من الأبيض وجبة الإفطار بها ويتوقف القادمون إليها في ألا كريم لتناول وجبة الغداء وزاد من شهرتها لذيذ طعامها وبشاشة أهلها يستقبلونك بكل البشاشة والترحاب تشدك رائحة الشواء على الطريقة البلدية وأهلها لا يذبحون إلا الضأن ويتميزون في طهيه عن غيرهم من المناطق عبدالله صاحب مطعم فسيح يعرفه الجميع ببشاشته وترحابه يستقبل الزبائن عند الأبواب يسمعون منه ندي العبارات يتلو عليهم قائمة بأشهى المأكلات ويشرف على اللمسات النهائية للوجبة الشهية بنفسه رغم وجود المساعدين له في العمل وأمثال عبدالله يصنعون للمنطقة رصيدا من الرواد وسمعة طيبة عندهم تتلاشى البروتوكولات يتساوى الزبائن الجلوس بارتياح فوق بصات مبلل من حبيبات الرمال الذهبية ورائحة البخور تعطر المكان تشدك للتوقف في الله كريم المتاجر والكافتريات والمقاهي تسهم في دعم خزينة محلية أمروابة بالأموال التي تستقطع من أصحاب هذه المواقع لكن الشكوى لدى مواطني الله كريم هي أن هذه الأموال لا يعود منها شيء لدعم الخدمات بالمنطقة ورغم ذلك يحلم أهلها بأن تصبح منطقة سياحية جاذبة بعد إكمال بعض المنشآت التي تخدم العبرنا بالمنطقة وتلبي احتياجات الشركات الكبيرة والرائدة في مجال النقل هنا للأصالة جزور راسخة وللكرم ظلال وارفة السخاء يبسط رداءه للجميع والخير يطوق الأرجاء فالمنطقة أصبحت ملتقا لأجناس متباينة وسحنات مختلفة ولغات متعددة يسهر أصحاب المطاعم والمقاهي على خدمتهم حتى الصباح لا تخب أنوارهم ولا تموت نارهم يضيفون إلى رصيدهم كل يوم جديد وتتوسع بفضل ذلك المنطقة في مساحات من الرضا والقبول بقسمة الرزق الحلال الكل هنا يجد طريق للعمل والكسب الحلال الخبرة والمهارة تخولك العمل في الكافتريات والمطاعم وأصحاب المعاصر البلدية يبيعون زيت السمسم النقي وآخرون يعرضون الصلصة المجففة والفول السوداني والسمسمية وغيرها ولم تخب دعوة أهل المنطقة عندما أطلق عليها اسم الله كريم وبذلك أكرمه الله وأصبحوا بفضله كرم وجعل لهم من صبرهم معاشا ورخا ونالوا بنعمته من الناس صادق الشكر والدعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر